قال الجيش الأكراني إن قواته اعترضت طائرة مسيرة إيرانية استخدمها الجيش الروسي في مدينة خاركيف الشرق الأكراني ونشر مسؤول عسكري أوكراني صورا لحطام المسيرة التي تطويرها إيران ويطلق عليها اسم مشاهد قال المسؤول إن القوات الأكرانية واجهت المسيرة بالقرب من مدينة كابيانسك خلال معارك كيف التي اخترقت الخطوط الروسية حول خاركيف في الجبهة الشرقية على حد تعبيره أعلنت روسيا اعتقال موظف في قطاع الطيران بتهمة نقل معلومات سرية لأكرانيا وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي قال إنه تم اعتقال مدير كبير في مصنع طائرات روسية بتهمة الخيانة لتسليمه إلى أوكرانيا صورا لرسوم معدات طيران عسكرية أوضح الجهاز الروسي أن الجاسوسة سلم الوثائق السرية عبر قنوات الاتصال الإلكترونية لموظف أوكراني يعمل في محطة أودسا للطيران ترجمة نانسي قنقر